تكتيكات التقدم العسكري الروسي على أوكرانيا كانت عملية خاطفة بمكاسب ضخمة هزت الأوكران في أول أيامها إلا أن سيناريوهات الحرب لم تكن دوما ثابتة منذ بدء التقدم الروسي في أول خمسة أيام على ذروة المعارك حقق الروس حوالي 76 ألف كيلو متر مربع تضاف إلى مكاسب سابقة قبل بدء العملية تشمل أراضي القرم ومناطق أخرى وبذلك بات قرابة خمس الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة روسيا بإجمالي 119 ألف كيلو متر مربع وبعد أقل من شهر على بدء العملية الروسية أضافت موسكو قرابة 42 ألف كيلو متر مربع لمكاسبها ما يرفع الإجمالية لنحو 163 ألف كيلو متر مربع إلا أن خط سير المكاسب العسكرية الروسية بدأ بالتراجع في نهاية شهر مارس وبلغ ما حققه الروس من تقدم حوالي 39 ألف كيلو متر مربع لكن شهر إبريل كان وقعه قاسيا على الروس بعد أن قررت موسكو سحب قواتها من شمال وشمال شرق أوكرانيا بعد أن فشلت في السيطرة على العاصمة كييف وخسرت حوالي 40% من المكاسب التي حققتها ليكون إجمالي ما هو تحت سيطرتها من الأراضي الأوكرانية 114 ألف كيلو متر مربع في الأشهر التي تلت ذلك كافحت القوات الروسية لتحقيق مكاسب جديدة إلا أنها بين أوائل شهري مايو ونهاية أغسطس توقفت مكاسبها الصافية فبالشق الأنفس ضمت ما يتراوح شهريا بين 200 و 1400 كيلو متر مربع من الأراضي الأوكرانية وما كانت روسيا تظنه تحولا استراتيجيا في حربها في نهاية سبتمبر بإجراء السلطات الموالية لروسيا على عجل ما يسمى بالاستفتاءات انتهت بضم أجزاء من أربع مناطق أوكرانية لروسيا هي دونتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيطرة وثقتها موسكو على الورق فقط فعليا لا تزال أجزاء كبيرة من تلك المدن تحت سيطرة الأوكرانيين وبعد قرابة 222 يوما من الحرب على أوكرانيا لا يزال الواقع على الأرض ليس في صالح الروس بدأ بإعادة سيطرة كييف على مدينة ليمان الاستراتيجية وانتهت بإعلان الجيش الأوكراني بدأ التقدم نحو خيرسون ومدن أخرى